بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم إخوة العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة السابقة تكلمنا عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت وقد رحل ولم يترك للأمة آلية ثابتة لكيفية إدارة نظام الحكم وكأن الله أراد ذلك لكي تفرز الأمة ما بداخلها من جهد وليضع الأمة أمام اختبار صعب تتبين فيها معادنهم وقاماتهم في كيفية إدارة الحكم وقد قلنا كيف كانت خلافة أبو بكر كما أخبرنا به عمر عندما قال إن بيعة أبا بكر كانت فلتة وقال الله شرها عندما اجتمع الأنصر في سقفة بني سعد ظنن منهم أن الخلافة يجب أن تعود إليهم كون المدينة مدينتهم وكيف أخبرهم أبو بكر برؤيته الاستراتيجية الواسعة وبصرته الثاقبة أن الأمر أكبر من المدينة بل تمس الجزيرة العربية وما بعدها وأن العرب لا تدين إلا لهذا الحي أي قريش وكانت بيعة أبو بكر وقلنا كيف تم اختيار عمر أنه كان ضمن رغبة ملحة من قبل أبي بكر وكيف أدار عمر الخلافة لمدة عشرة سنوات وما أنجزه من إنجازات كبيرة إلا أنه في نظام الحكم وكيفية تداول السلطة لم يتم فيها قرار بل ظهرت فكرة الرجد في الخلافة أي حاكم صالح تقي وورع يدير المؤمنين فيوطيعونه ويسمعون كلامه وترك القرار لمن يخلفه عندما أحضره الوفاة عندما اغتاله المجسي أبو الأولو الفيروسي الفارسي وكيف اختار ستة من الصحابة ليختاروا من بينهم وكيف تم اختيار علي وعثمان وكان الأمر سيستتب لعلي لولا شروطهم بأن يتبعوا نهج وطريق الشيخين أي أبو بكر وعمر وقلنا في الحلقة السابقة كيف اشترت على علي أنهم سيختارونه بشرط أن يتبع القرآن والسنة ونهج الشيخين فقال الإمام علي القرآن نعم والسنة بالفعل سنقوم بذلك ولكن أبو بكر وعمر قد اجتهدا وأنا أيضا أجتهد والظرف قد تغير فلكل زمان اجتهاداته لكن عثمان وافق أن يتبع نهج عمر وأبو بكر بالكامل فتولى سيدنا عثمان الخلافة أما في هذه الحلقة فسنبين ما جرى في عهد عثمان بشأن النظام السياسي فقط وهذه الفترة بالذات من الصعب تحليلها والغرض منها هي لتشكيل نظرة عن ما نعاني منه حتى الآن ونحن سنقوم بعون الله تعالى بتحليل موضوعي لهذه الفترة التي هي غامضة عند عامة المسلمين فالأمر خطير والأمر مهم للغاية لكي ندرك ما نعانيه ولكي نفز ما بداخلنا من أطر ومن أفكار ومن تجديد في الفكر لكي نقوم من بناء نظام سياسي يوافق الشرع وروح الشرع فعندما تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه الخلافة دامت خلافته من السنة الثالثة والعشرين للهجرة إلى السنة الخامسة والثلاثين للهجرة أي دام حكمه ما يقارب إثنى عشر سنة من الحكم في الست سنوات الأولى سلم الله وكان الأمور سارية بشكل حسن لكن كما يقال أن السعدة لا تكتمل من المعلوم أن سيدنا عثمان كان رجلا كبيرا في السن بعد الست سنوات من الحكم وهو كان من بني أمية ومعروف أن بني أمية كانت لهم قبل ذلك نفوذا كبيرا جدا والمعروف عنهم أيضا أنهم كانوا ذو حنكة سياسية ولهم القدرة على إدارة المجتمعات لأنهم كانوا أهل سلطة وأهل إدارة وحكم والرسول صلى الله عليه وسلم ول منهم أمراء وفي أهد أبو بكر تولوا وفي أهد عمر تولوا والآن جاء كما يقال ابن العم أي سيدنا عثمان إلى الحكم إذن الدائرة الآن اكتملت فابن العم في الحكم وهؤلاء الناس في الحكم يمسكون الولايات وستكتمل الدائرة عندما يضاف له شخص آخر الذي أصبح من مستشاريه ووزيره أي بمثابة رئيس الوزراء وهو المروان بن الحكم وكان صاحب ختمه وهو من أبناء عمومته إذن الدائرة اكتملت لأبناء العمومة ومن المعلومة أن مروان هو ابن الحكم من العاص ففي أحد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمر مروان خمس سنوات أما الحكم بن العاص فكان ما يقارب الخمسة والثمانين من السنة الحكم بن العاص من المعروف أنه يلقب بطريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد طرده الرسول صلى الله عليه وسلم ونفاه من المدينة إلى الطائف وهناك أحاديد صحاحا صحاحه الألباني أنه لعناه أيضا المهم جئ بالإثنين إلى الجوار ما أن أبي بك وعمر لم يفعل ذلك إذن هناك أمور لم يفعلاه أبو بك وعمر وفعله عثمان كخليفة للمؤمنين وله شأنه في الإدارة وله خصوصيته في إدارة الحكم فمن التغييرات التي قام بها هو المجيء بالإثنين وهما المروان بن الحكم والحكم بن العاص وجعل من مروان بن الحكم من مستشاريه ووزيره ومن التغييرات التي قام بها سيدنا عثمان هو أن عزل سعد بن أبي وقاصة من ولاة الكوفة وجعل أخوه لأمه مكانه وهو الوليد بن عقبة ولكنه تم عزله لكون تعرضه لذنوب لا نذكرها هنا إلا أنه استبدل بسعد بن العاص وهو أيضا من أبناء العوم أيضا ومن الأم الذي قام بهوى عزله بأبو موسى الأشعري كوال للبصرة وأعين بدى له عبد الله بن عامر بن كريس وهو ابن الخال ومن الملفد هو أن جعل من معاوية بن أبي سفيان أميرا على الشام كلها أي الشامات وهي في العاص الحالي تشمل لبنان وسوريا وحلب وعازل والي حمص الورع طبعا من الجديد بالذكر أنه معاوية كان آمرا لدمشق فقط وقد عينه عمر بن الخطاب ولكنه كان تحت يده وأمام عينيه أي في أهد عمر لم يستطع معاوية أن يستنفذ في الحكم كما جاء إلى الحكم من أبناء عمومته أي أن سلطته كانت محددة في أهد عمر وكان منضبطا في أهد عمر أما لما تولى عثمان الحكم وهو من أبناء العمومة ولم يكن له الشخصية القوية الذي كان يتميز بها عمر فبالطبع قد توسع نفوذ معاوية وهو المشهول له بالحكة والدهاء السياسي ومن الأمور الأخرى الذي قام بها عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه عزل عمر بن العاص والي لمصر الذي كان هو فاتحها وعين بدى له عبد الله بن السعد بن السرح أخوه في الرضاعة وهو من أبناء عمومته أيضا وكون أن مصر والكوفة وخاصا مصر كان لها مكان حساسة ومهمة جدا لدولة الخلافة فألابد أن نقوم بتحليل موضوعي لحادثة تاريخية غيرت مجرى التاريخ الإسلامي فمن هو عبد الله بن سعد بن السرح قلنا أنه من أبناء عمومة عثمان وهو الذي قد أسلم قبل الفتح وكان من كتاب الوحي لكنه باين الوحي وارتدى والتحق بخريش وكان من الذين أهدر النبي دامه ولو كان على أستر الكعبة وفي فتح مكة أتى سيدنا عثمان بن عفان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هبه لي فاستدار النبي وجهه وأشاح بوجهه فتوجه عثمان إلى وجهه وقال مرة أخرى هبه لي يا رسول الله فعاشاح بوجهه مرة أخرى فتوجه عثمان إلى وجهه وقال في المرة الثائثة هبه لي يا رسول الله حتى عفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن السرح وقال صلى الله عليه وسلم في رواية هل من أحد أن يقتله قبل أن أراه فقال الصحابة يا رسول الله كنت تغمز لنا حتى نقطع رأسه فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يكون له خائنة عين نعم كان سيدنا عثمان محبا كثيرا لأهله المهم أن نعرف أن من اجتهادات سيدنا عثمان أنه يصل الأرحام ولهذا ومن هذا الباب قد جمع من أبناء عمومته حوله وهي في الحقيقة في الجانب السياسي لم يتبع في هذه النقطة نهج الشيخين أي أبي بكر وعمر لذلك هناك روايات تقول أن عمار بن ياسر قد جاد له في هذا الأمر حتى وصل الأمر لجدالهم أن عثمان بن عفان غضب وقال له والله لأستعملنهم على رغم أنف من رغم فقال عمار وعلى رغم أنفي فقال له وعلى رغم أنفك فقال له عمار وعلى رغم أنفي أبي بكر وعمر أي ذكره بالبيعة وشروطها كون أن أبو بكر وعمر لم يفعل ذلك لكن عثمان غضب وضربه لكنه ندم وجاء بطلحة بن السبير ليصلح بينهما المهم أن ندرك أن سيدنا عثمان كان محبا لأهله وقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم له في روايات عندما قال له في فترة حكمه أنه سيكون هناك هنال وندرك أيضا أنه قد اختلف الوضع في أهد سيدنا عثمان عما كان في أهد عمر بن الخطب فأبناء عمومة سيدنا عثمان المشهود لهم بالحنكة السياسية وإدارة الحكم وإدارة المجتمعات هؤلاء أصبحوا لا يخافون لأن عثمان رضي الله عنه كان مشهودا له بأنه هو الحي الغني المحب كثيرا لأهله وهذا الحب الكثير لأهله جعله ضعيفا نوعا ما أمام أبناء عمومته فبدأ هؤلاء في سلوكياتهم مع الولايات بشكل مختلف عما كانوا يتعاملون معهم في عهد عمر وأبو بكر وما ألفه الناس ففي مصر مثلا كان فيها أبناء الصحابة يعني أولاد أبو بكر الصديق وغيرهم من الصحابة كانوا موجودين في مصر ورأوا هؤلاء ما يحدث في مصر على يد أخو عثمان في الرضا عبدالله بن السرح وسواء كانوا مصابين أو مغطئين بدأت تحدث تململ في منطقتين كبيرتين وهي مصر والكوفة من قبل أهليا ومعهم مناصرين وأتبع وكان من بينهم وهذا يجب أن نؤكد عليه وكان من بينهم عداس أو عديس وهو من أصحاب شجرة الرضوان فقد كان متململا في الوضع فذهب أناس من مصر والكوفة إلى سيدنا عثمان ليقول له أنه لا نرضى بمثل هذه الأوضاع ونريد تغير والي مصر وقد سمع منهم سيدنا عثمان لكن بعد نقاشات طويلة وكان أحدا مثل عديس وغيره يحرزون على سيدنا عثمان في المساجد وكان يأتيهم عثمان ويناقشونه فيبكي أحيانا ويعتذر أحيانا ويرفض ما يقولونه أحيان أخرى لكنهم طالبوه أن يفعل شيئا باتجاه هذا الوضع فوافقهم سيدنا عثمان الرأي وكتب كتابا بعز الوالي في مصر وتعين محمد بن أبي بكر واليا عليها إلى هنا الروايات السالقة ولا مشكلة فيها فقعد القوم فرحين أنه سيكون لنا والي جديد وهو ابن أبي بكر وقد حلت المشكلة لكن في الطريق حدث شيء ما وفيها العشرات من الروايات وهذه الروايات متناقضة بعضها يقول أنه كتب كتابا آخرا لما فتحوا وجدوا أمرا بعدامهم جميعا وهذا مستبعد عن شخصية سيدنا عثمان رضي الله عنه بطبيعته وهناك روايات تقول لا بل أنه دعم بكتاب آخر جديد وتم إلغاء الكتاب الآون لتعين والي جديد المهم بغض النظر عن الرواية فقد استعر الغضو بين هؤلاء القوم وعادوا إلى عثمان وقالوا له كيف أن تعطيتنا هذا الكذاب ثم تنقضه قال سيدنا عثمان ما فعلت ذلك وما حصل هذا الشيء فقالوا له طيب أليس هذا الخطم موجود وهذا الخطاب موجود فنظر فإذا بالذي كتب الكتاب واستخدم خاتمه هو كاتبه وهو أحد أقاربه وأحد أبناء أمومته دون علم عثمان وهنا تفاجأ سيدنا عثمان بهذا الكتاب وقال هؤلاء لسيدنا عثمان ما دمت بريئا من هذا الموضوع وهذا الكتاب فسلمه لنا الذي قام بهذه الجريمة لنقتله طبعا لم يرعله سيدنا عثمان المهم حدث ما حدث فقد حوصل سيدنا عثمان وقتل في بيته وبدأ مرحلة جديدة في التاريخ الإسلامي وولد ما تسمى بالفتنة الكبرى في التاريخ الإسلامي الروايات متضاربة وقابل التأويل في اتجاهات متعددة فالذي يريد أن يدافع عن التاريخ يرويها برواية والذي يريد أن يفهم ويقرأ برواية أخرى وهكذا طبعا الإنترنت والفضائيات مفتوحة وكل يستطيع أن يتابع إن أراد ذلك لكن ما زلنا نعاني نفس المشكلة والمثلبة التاريخية التي ولدت منها أول مشكلة وهو أننا نغرق في الدفاع عن الأشخاص وليس الدفاع عن الموضوع ما هو الموضوع الرئيسي الذي شكلته ظاهرة الفتنة ظاهرة الفتنة يا إخوة الأعزاء عكست أول مشكلة كبرى ما زلنا نعاني منها إلى يومنا هذا وهو ما هو النظام السياسي المناسب للمجتمع الذي نعيش فيه وكيف ندير حياتنا السياسية هذه المشكلة كانت ولا زالت قائمة إلى يومنا هذا لكن في التاريخ الإسلامي أخذت بعدا شخصيا فالإمام علي مقابل معاوية سيدنا عثمان مصيب أو مغضئ لما تشخصنت القضايا يا إخوتي تفقد العبرة منها تصبح القضية هي محاولة محاكمة أشخاص لكن أول المشاكل الكبرى الذي واجهتنا والذي نحتاج أن نجد لها حلا إلى يومنا هذا هو ما هو النظام السياسي الذي يمكن أن يتم فيها تداول السلطة بطريقة عادلة ونتجاوز الأشخاص والأفراد والأحداث الجزئية لأنها لم تروى لنا حتى بروات واحدة ولا من طرف واحد وهي مفتوحة للتأويل فالمحب سيقرأها بشكل والمبغض سيقرأها بشكل آخر والعاقل سيقرأها بشكل آخر أي هي قابلة لفتح هذا الملف والتأويل فيه لكن داخل كل هذا الموضوع الذي هو موضوع الخلافة الراشدة كيف يمكننا تنزيل موضوع الخلافة الراشدة من ناحية فلسفتها ومبادئها إلى الواقع الحاضر وما هو نظام العمل به كيف سيتم تحقيق الخلافة الراشدة في العصر الحالي لنفترض أن غدا وصل سلطة إسلامية إلى الحكم وهي مخلصة ووفية وتريد فعلا تطبيق الإسلام كيف ستطبق الإسلام وما هي الأدوات التي بين أيدينا كمنهج مستقر منتظم تريد أن تنفذه في بلاد المسلمين إن أول ما سنقوم به هو القيام بعملية الإجتهاد لماذا؟ لأنه ليس بين أيدينا نموذجا مستقرا صالحا للمجتمعات وهي وحظها إما أن تصيب أم تغطئ فالاجتهاد لها نصيب من الخطأ والصواب لذلك لما تطالب المجتمعات في البلدان الإسلامية بأن يحكم الإسلام سنجد أننا أمام معضلات تاريخية فالذي عندنا مبادئ معينة قليلة العدد لكن تحويلها إلى فلسفة حياة وتحويلها إلى إجراءات هي مشكلة كبرى ولهذا تولدت هنا مساحات واسعة من الإجتهادات والنظر الشرعي نحتاج إلى أن نعبرها ونتجاوزها طبعا قد يستغرب البعض أن أمر الخلافة الراشدة أمر المحسوم في الفكر الإسلامي لكن عندما نقرأ الحدث التاريخي لها سنجده ليس بهذه الشفافية التي نتحدث عنه اليوم كيف ذلك؟ سنكمل الموضوع في المرة القادمة ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته